اشتركوا في القناة وزوجها المصور ايضا الان ديغري امضت عشر سنوات من طفولتها تعيش وتتجول بين الادغال الافريقية فيما كان والدها يوثقان هذه تجربة مثيرة بشكل دقيق وقصة الطفلة تشبه القصة الخيالية موكلي وهي شخصية رئيسية في كتاب للمؤلف البريطاني روديارد كابلينغ بعنوان كتاب الادغال حيث يضيع طفل رضيع في احدى غابات الهند وتقوم قبيلة من الذئاب بتربيته وتم اظهار هذه التجربة في كتاب يجمع بين الكلمة والصورة ليظهر لنا موكلي جديدة ولكن هذه المرة حقيقية وليست خيالية حيث اطلق على الكتاب اسم تيبي كتاب افريقيا وظهرت في غلافه الطفلة وهي بجوار احد حيوانات الغابة اشتركوا في القناة